بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تشوف هاد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس ليس يدعموا هاد القناة من بعيد ومن قريب سنقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله تكونوا بخير وعلى خير معولداتكم تكونوا بصحة جيدة تنتمنى لكم الراحة والسلام وكل ما تتنته داخل الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن والناس اللي جميع الناس اللي تتفرجوا في هاد القناة تنقول لهم مرحبا بكم في قناتكم الاولى والتانية ان شاء الله نحط لكم الرابط ودخلوا مرحبا بكم بغيت وصفات رحمانية وصفات قرآنية وصفات شعبية ان شاء الله لكم الاختيار وربي غادي يجيب الخير ان شاء الله بحول الله وقوتي على حسب قول بزفد النساء عندهم صداعوا المشاكل في البيوت وعندهم مشاكل صحية وعندهم مشاكل مع الاسف تلقوا اقرب الناس لهم وكان جيران يسيئون الى الجوار وكان الناس اللي كان عائلة تحسدوا بعضيتهم وتحطوا السحر لبعضيتهم مع الاسف ولكن العتبة هي سبب البلاء لما القام باش يوصل لك تيجي العتبة لما القام باش يوصل لك تيجي العتبة وتيسي العتبة باش يتخطوها يتخطها الصغير الكبير ولكن لا حول ولا قوة الا بالله تنقل في هذا المكان وفي هذا الزمان تنقل حسبنا الله ونعم الوكيل لتدير هذا الفحش ولكن السحر المردود اليهم ان شاء الله كان وصفات للسحر المردود يرجع لهم هذك الوصفة ترجع لهم على نفسهم بالضبط ولكن يخافوا الله لانهم عندهم ابناء وعندهم أسر اللي خافوا عليهم توما يقدروا يتصابوا لهم لأن دين كما تدين تدان الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما لك على اليمين وعا اليسر ويقول لك بالمثل ان شاء الله الناس اللي عندهم السحر المرشوش او الناس اللي عندهم صداع والمشاكيل في البيوت والناس اللي ما مرتاحينش في بيوتهم اليوم ان شاء الله يجب لكم واحد صيغة كريمة بحول الله وقوتي بزف بزف الوقت ما حطيش هاد الوصفات ديال العتبة ان شاء الله غادي نحط عليكم وغادي يكون عندكم واحد تيسير في الرزق وتيسير في المحال وتيسير يحيد لكم صداع وغادي يحيد لكم بزف الحويج سبحان الله العظيم هاد الوصفة خطيرة خطيرة وغادي يديروها وغادي يتفكروني ان شاء الله علاج السحر المرشوش على العتبة على العتبة او على الجدران ديال العتبة ان شاء الله غادي يديروه غاي يكون لكم ان شاء الله الصحة والعافية وتكونوا مرتاحين ان شاء الله كان النساء اللي ما مرتاحين شمع الازواج ديالهم تيضربوهم وتيضروا لهم المشاكل ولكن الصبر جميل كان واحد البنت او مرأة حطت لي وصفة قلت لك عندي عائلة الزوج ديالي تيضروا لهم السحر وتيخلوا لهم المشاكل مع الزوج ديالي وتيبقوا يتفرجوا فيها ولكن الله يمهل ولا يهمل الله سبحانه وتعالى قادر بشارد الصفعة على كل واحد اذا بحول الله وقوتي غدو ناخدو ماء غدو ناخدو ماء وغدو نحطو عليه عدنا المكونات غدو نعطوهم لكم عدنا ملحة عادية او ملحة صخرية او رقص صدر الشبا مطحونة اللي ما عندوش الملحة الصخرية حاول انه ويدر ملحة ملحة ديال الطعام الشبا ياخد معلقة كبيرة معلقة كبيرة اوراق الصدر تهي معلقة كبيرة بدون عدد الملحة الحية او الملحة الصخرية والملحة العادية اللي ما عندوش صخرية يحاول يدير الملحة العادية معلقة كبيرة دي الشبا معلقة كبيرة دي الورق الصدر والملحة العادية الملحة الصخرية إذن المكونات واضحين قدامكم وإن شاء الله سنعطيكم الوقت اللي ستكونوا نضفوا في البيت ستجدوا تقرأوا هاد القراءة أول حاجة سنأخذ الملحة الصخرية بسم الله بسم الله غادي نحط الملحة الصخرية غادي تدوب الراسة سنأخذ الملحة alpha غادي نخد معلقة دي الشبا الشبا متحونة الشبا متحونة الشبا متحونة غادي نخدم الملحة العادية الملحة العادية والملحة الصخرية والملحة العادية. اللي ما عندوش الملحة الصخرية يدير الملحة العادية. ودير اوراق الصدر بدون عدد. نحاولو الوقت لي آآ انبيتهم ليلة كاملة وغادي نغطوهم. غادي نغطوهم آآ على الطاقة السلبية باش انها آآ تكون آآ محمية من آآ طاقة السلبية وغادي الوقت لي نكون آآ تن ننسح في الدار او تننظف في البيت غادي نقواى نقرا هادل القراءة ان شاء الله. اول حاجة غادي نبدأه عن اليمين. نبدأ بالاعاتبهي الله ولا غادي ننظف وهو ننظف آآ هادل ما ما نقرأ عليه والو هاد الماء ما نقرأ عليه ولا شيء. غادي نقرأ عليه وانا تنظف في البيت. ان شاء الله قد نقرأ آية الكرسي. آية الكرسي. نقرأها العدد اللي بغيته. ونقرأ المعودتين العدد اللي بغيته. ولكن انقرأ هاد آآ 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 عود بك من همزات الشياطين. وعود بك ربي ان يحضرون. هنقول هالعدد اللي بغيته سبعة او احداش او اتناش على حسب وقت الرشان نبقى نقولها. نقرأ آية الكرسي. الوقت اللي بدا في العتبة. نقرأ آية الكرسي ثلاث مرات. معودة ثلاث مرات. ونقرأ. اعود بك من همزات الشياطين. وعود بك ربي ان يحضرون. ونقرأ الرشة. نغرى نكسبها لكم. ونقرأ الرش في العتبة. ونمسح الجدران. ونمسح البيت. ونمسح آآ الاتات. هاتش ما يوقع لي والو. وغادي ان شاء الله نعود هذه الوصفات كل مرة في الاسبوع نعودها. وهاد الماء. ولو يمشي في آآ هذا ما قريتي يعني انتي تشيق يا قرأة. قريتي بآآ انتي تتقري على العتبة. تتقري على الجدران. وتقري على البيت. وتقري على كل آآ البيت اللي عندك. اعود بك من همزات الشياطين. وعود بك ربي ان يحضرون العدد لبغيتها. هادي ديما نقولها. أعود بك من همزات الشياطين. وأحود بك ربي ان يحضرون. ديما نقولها في اي مكان. في اي مكان. دخل السوق. دخل المكان غير مرغوب أنا فيه غادي نقولها مكان فيه ناس خيبين نقولها كنت في الكوزينة بوحدي في الليل نقولها كنت في البيت في الغرفة بوحدي نقولها وانطهر المكان نحاول ديما أننا نقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونحاول نقرأ نطلقوا صوت البقرة ديما نطلقوها في البيت لأنها صالحة بإذن الله لتطهير المكان من النحوسات هذه وصفة خاصة دي الرشان ديرها لأن بزاف النساء حطوا لي حطوا لي حطوا لي المشاكل دي الرشان ودي الاصطاع ودي الناس اللي عندهم مشاكل ناخد ملحة ناخد ملحة ونقرأ عليها دي القراءة ومده نطلقها في وقت العصر ناخد ملحة ملحة عادية دي للتطبخ ملحة عادية دي للتطبخ ونقرأ عليها دي القراءة نقرأ عليها دي الكرسي سبعات المرات ومعوزتين سبعات المرات ونقرأ هاد أعود بك من همزات الشياطين وأعود بك ربي أن يحضرون باش الشياطين يدهبوا ويبعدوا وما يبقوش عندكم الشياطين في البيت وأن تدهب نحوسات بهذيك الكلام هاد الدعاء إن شاء الله غادي تحطوه باش أنكم تطهروا المكان من هاد بحل الرقية الشرعية بحل الرقية الشرعية لأنك تترقي البيت ديلك من النحوسات ومن البيت اللي تكونوا فيه بزافة اللغط وبزافة المشاكيل وبزافة الراحة مكينة الشرعها قليلة وبزافة المشاكيل إذن نحاول بإذن الله الواحد القهار نحاول أنني نطهر البيت بهذي المكوين ومن نمسحه نخرجه إلى خارج المنزل ونخويه نخويه أمام العتبة إذا كان عندكم بيت كبير نخوي هاد الماء والملح نخويه أمام العتبة أو خارج المنزل بعيد عن المنزل إذن أحبابي في الله في التراب تخويه في التراب إذن حول الله وقوته ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا الدعم القناة وتفعلوا الجرس إن شاء الله كل وصفة غادي نحط لكم وصفات مزيانين اللي غايتستفدوا منهم يكونوا سهلين يكونوا مكونات إن شاء الله يكونوا عندكم أحبابي في الله عندي قناة أخرى غادي نخلي لكم الرابط وإن شاء الله غادي دخلوا لي وغادي تستفدوا بزاف وإن شاء الله يكون أي وصفة بغيتها غادي نحطها لكم إن شاء الله أحبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم دعموني أفعلوا الجرس أتأمنوا حول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته